أحياناً ترى شخص تعرفه ولكنك لا تتذكر أي معلومات عنه، أو تبحث عن مفاتيحك وهاتفك وهو بيدك، أو ذهبت إلى مكان ما وأنت لا تتذكر لماذا أتيت إلى هذا المكان، أو تدرس وتحفظ كل المعلومات وعند الامتحان لا تستطيع تذكر أي شيء، إذا تعرضت لأحد هذه المواقف فأنت بالتأكيد تعاني من النسيان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال، مرحباً بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة صفية، اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع مهم ومهم جداً، ويعاني منه الكثير من الناس وهو موضوع النسيان، وهذه الظاهرة تعاني منها النساء أكثر من الرجال، وأنا واحدة من النساء التي تعاني من هذه الظاهرة، لهذا بحثت جيداً في هذا الموضوع، وأردت أن أشارك معكم النقط التي رأيتها، يعني ستفيد الجميع كما أفادتني، إذا كنت مهتم بهذا الموضوع، تابع معي الفيديو إلى الآخر. يعتبر النسيان مشكلة من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس، وهي مشكلة مزعجة جداً لما يترتب عليها من خلل في نظام الحياة، وعدم القدرة على السيطرة على العديد من الأمور. وذلك بسبب نسيان الأمور المهمة، كنسيان المواعيد، أو نسيان أماكن وضع بعض الأشياء المهمة كالأوراق والنقود، أو حالة نسيان المعلومات بعد حفظها، كما يحدث مع بعض الطلبة في المدارس والجامعات. ويعرف النسيان على أنه حال من عدم تذكر المعلومات والأحداث التي يمر بها الشخص، وهي ظاهرة طبيعية تحدث مع أي شخص. فلماذا ننسى؟ إنه السؤال المهم. يرتبط النسيان بالعديد من الأسباب والعوامل التي يتعرض لها الإنسان والتي سنتعرف عليها فيما بعد في هذا الفيديو، إلى جانب ذكر بعض العلاجات التي قد تساعد في التخلص من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير. ومن أهم أسباب النسيان، ضغوطات الحياة، فكثرة الضغوطات وتداخل الأحداث اليومية التي يتعرض لها الإنسان يسبب ضعفا في عملية طبعها في خلايا التذكر، مما يزيد من حدة النسيان. السبب الثاني وهو الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، وقضاء معدم الأوقات قرب الأجهزة، كالهاتف المحمول والكمبيوتر. فقد أكدت دراسات أن استخدام الهواتف المحمولة يؤثر سلبا على ذاكرة الإنسان، لأنه يصبح غير قادر على حفظ بعض المعلومات، ويصبح غير قادر على التركيز، وذلك لاستعانته الدائمة بذاكرة الهواتف المحمولة، والوصول لأي معلومة عن طريق الهاتف، مما يحد من دور الذاكرة لدى الإنسان وقدرتها. السبب الثالث، الإرهاق الدهني والتعب يؤدي الإرهاق الدهني والتعب إلى التسبب بحدوط ضعف على مستوى خلايا المخ، مما يؤثر على قدرة الفرض على التركيز. كذلك من بين الأسباب التدخين يؤثر التدخين سلبا على الذاكرة، وكذلك الحال مع المخضرات، حيث يسبب كلاهما ضعف في استيعاب المعلومات، وهذا يؤدي إلى ازدياد حدة النسيان، وكذلك إلى مشاكل والترابات في النوم. خامسا، عام الوراثة تلعب الوراثة دور كبير في نقل بعض الأمراض، ومن ضمنها النسيان، وتتضاعف هذه النسبة مع تكاتر الأجيال. سادسا، الاكتئاب يعتبر الاكتئاب والذي تعاني منه النساء بشكل خاص، سببا في تضاعف حالة النسيان، بسبب ما يتبعه من تفكير مستمر، فيصبح الشخص غير قادر على التركيز على تصرفاته، وتذكر ما يفعله أو ما يجب عليه فعله. ويحدث كذلك النسيان عند النساء في فترة الحمل، حيث تتسبب هرمونات الحمل بحدود ما يطلق عليه ضبابية الدماغ، والتي يترتب عليها نسيان لبعض الكلمات والتواريخ، أي تشويش على الذاكرة بشكل عام. وكذلك بعض العلاجات والأدوية التي تؤثر سلبا على الأشخاص، كأخذ العقاقير المضادة للاكتئاب وأدوية البرد وغيرها. سوء التغذية كعدم تناول الأغذية التي تحتوي على أحمد الأوميغا 3، والذي يؤدي نقصها إلى ضعف تغذية الدماغ، وبالتالي إلى ضعف الذاكرة، إلى جانب نقص الأملاح المعدنية والفيتامينات التي تغدي الدماغ وتنشط الذاكرة، وتشدر الإشارة إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون من النسيان، يعانون من سوء التغذية. إنعدام الأمن والقلق المستمر المتمثل في قلة النوم والصهر لساعات طويلة، يؤثر كذلك سلبا على الشخص، مما يؤدي إلى إزدياد حدة النسيان. علاج النسيان لكي يتجنب الإنسان النسيان، هناك إرشادات يجب عليه اتباعها، كأخذ قصد كبير من النوم والراحة، لأن قلته تسبب إرهاق لخلايا التذكر. أخذ فترات من الراحة أثناء النهار، وكذلك الهدوء أثناء العمل، يساعد كثيرا على استقرار المعلومات وحصن طبائها في الذاكرة. الإبتعاد عن المشكلات والمشاحنات الأسرية، والتي تجلب القلق والخوف والتشاؤم. الإبتعاد عن الكحوليات والتدخين والمخدرات. الإبتعاد عن المواد الكيميائية التي تجهد مراكز ذاكرة، مثل الأدوية المنبهة والمنويمة. عدم تناول أطعم الدهنية بكثرة. التمارين الرياضية تساعد ممارسة الرياضة بشكل مستمر على زيادة تدفق الدم إلى المخ من خلال قدرتها على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وبالطبع زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز تنشيط الذاكرة ويرفع مستوى التركيز. كذلك الألعاب الفكرية، يجب أن تحفز عقلك من خلال ممارسة الألعاب الفكرية، التي تحافظ على تنمية قدرتك الدهنية والفكرية، مما يؤدي إلى تحفز الدماغ ورفع مستوى التركيز. التفاعل مع المجتمع الإختلاط مع الناس والتفاعل معهم يمكن أن يجعلك تتغلب على مشاكل الاكتئاب والقلق، والتي تعدو كذلك سبب مهم من أسباب النسيان وقل التركيز، لذا يجب أن تحاول مقابلة عائلتك وأصدقائك من وقت لآخر، وأن لا تستسلم للوحدة. ترتيب تنظيم حياتك من أهم الأسباب التي ستساعدك على التركيز، وتجنب النسيان الناتج عن كثرة الأعشوائية والارتباك في حياتك. الأكل الصحي يوفر النظام الغداء الصحي، العناصر المناسبة والمفيدة التي يحتاجها الجسم، لأداء جميع أنشطته بشكل صحيح، بما في ذلك الدماغ والداكرة، وقدرتهم على العمل بشكل صحيح. من بين الأغذية التي ينصح بتناولها والتي تساعد في علاج النسيان، تناول الأغذية الغنية بالفيتامين بـ 12 و بـ 6، والإكتار من تناول حمض الفوليك المتوفر في الفول، كذلك الثبانخ والبروكولي، لأن كل الخضروات ذات اللون الأخضر هي مفيدة للداكرة، لأنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تحافظ على خلايا المخ، وتمنع النسيان. شرب الماء بكثرة، لأن الدماغ يحتوي على 40% ماء، وأثبتت بعض الدراسات أن الجفاف كذلك يدمر خلايا المخ. هذه الأغذية الغنية بالأوميغا 3 من بينها الأثماك، كذلك شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشيء الأخضر مع النعناع، وكذلك شرب عشبة المرمية، كل هذه الأشياء تساعد في تنشيط الداكرة، وفي الحد من ظاهرة النسيان. ويبقى العلاج الأول والأخير هو الحرص والمواضب على قراءة القرآن الكريم. بالرغم من أن النسيان يزعج الكثير منا، إلا أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خصوصا في حالات الألم والحزن. ولولا نعمة النسيان، لما كان لأي شخص أن يضع رأسه على الوسادة وينام من كثرة التفكير. هنا ينتهي موضوعنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. أتمنى كذلك أن تشاركوا معنا أي موقف محرج تعرضتم له بسبب كثرة النسيان. وإذا أعجبتم بهذا الفيديو لا تنسوا دعمي بلايك، لا تنسوا التسجيل في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة